تأكد مواطنون في محافظة عجلون أن افتقار غالبية الطرق لشبكة من القنوات المثالية لتصريف مياه الأمطار يتسبب بتلف تلك الطرق سريعا رغم تعبيدها عدة مرات قالوا أن الكثير من الطرق بحاجة إلى شبكة قنوات عالية الفعالية لحمايتها من التعرض للانجراف بفعل مياه الأمطار نتابع سنوات مضت وما زال الحال كما هو في محافظة عجلون بما يتعلق بقنوات تصريف مياه الأمطار نلاحظ أن هناك بلاعات للمياه في وسط الشوارع وهذا يعيق حركة المياه فلاحب ذا لو كان هناك تصاريف على جوانب الشوارع وبشكل مائل حتى المياه تسير بشكل صحيح شكاوى عديدة من قبل سكان المحافظة لافتقار غالبية الطرق لشبكة من القنوات المثالية لتصريف المياه ما يتسبب بتلف تلك الطرق سريعا رغم تعبيدها عدة مرات مشكلة الأمطار عندنا هون كلها في الشوارع لأنه تسعين بالمئة من العبارات كلها مسكرة مواطنون في لواءي كفران جوا عن جراء قالوا إن كثيرا من الطرق بحاجة إلى شبكة قنوات عالية الفعالية لحمايتها من التعرض للإنجرافي بفاعل الأمطار أكثرها مغلقة غير قابل الاستعمال نهائيا ما فيه شيء لها صياني نهائيا أغلب مشاكلنا بالنسبة لتصريف المياه هي تقع في وسط البلد عندنا في وسط البلد بنعاني منها مشكلة كبيرة جدا بحيث أنه جميع المصارف المياه الموجودة داخل البلد ما فيه متابعة لها إذن مشكلة قنوات تصريف المياه في عجلون مشكلة قديمة حديثة وهذا ما يثبته الواقع في كل عام مع بدء موسم الأمطار ما يستدعي عمل شبكات بمواصفات تكون قادرة على استيعاب الأمطار وتصريفها إلى الأودية بحسب مواطنين مشكلة تصريف مياه الأمطار في محافظة عجلون كابوس يتكرر في كل عام وسط مطالبات عديدة من قبل المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالسرعة المطلوبة بناء على معايير فنية وهندسية معتمدة مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لهذه المحافظة أيمن لحمود المملكة محافظة عجلون ومعنا عبر الهاتف رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن لزغول مهندس حسن صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة سأبدأ من حيث انتهى زمينا أيمن مشكلة متجددة في عجلون موضوع قنوات تصريف مياه الأمطار موضوع الارتفاع في منسوب المياه في بعض الشوارع إن لم يكن في معظم الشوارع كما أكد المواطنون إلى متى سوف تستمر هذه المشكلة في عجلون صباح الخير لك لكل المشاهدين يعني الأماني احنا في طبيعة محافظة عجلون التضاريس الجغرافية شديدة الانحدار وغزارة الأمطار اللي تكون أحيانا عالية جدا هذا تسبب بأضرار واضحة بالطرق موضوع القنوات تصريف مياه الأمطار وصيانتها بالعكس نحن نقوم كبلدية عجلون كبرى قبل بداية كل فصل الشتاء نقوم بصيانة هذه المجاري وتنظيفها وأيضا كمان يعني الأودية والأماكن المنخفضة التي يتم فيها جريان مياه الأمطار نقوم بصيانتها بشكل دائم نعم هناك يعني بعض أنا أبدأ سألك سؤال مهندس بشكل مباشر هل أنتم راضون عن حالتها مئة بالمئة نعم يعني نحكي قنوات تصريف مياه الأمطار الموجودة في وسط المدينة وفي الأسواق هي بكفاءة عالية ونقوم بصيانتها باستمرار ولكن إذا كان الحديث عن الأطراف وعن الأماكن المرتفعة نعم هناك يعني لظروف المناطق ووعرتها والتكلفة العالية للصيانة وإنشاء هذه القنوات يحول دون تنفيذها بالشكل المطلوب نعم يعني أنا أتحدث معك مهندس وأنت ابن المنطقة وبالتأكيد تعرفها أكثر مني ومن كثير من الأشخاص ما ذنب هؤلاء الأشخاص زي ما تحدثت في الأطراف لو يعني توافقنا بأنه في المناطق المكتظة وفي الوسط الأمور بخير ما ذنب هؤلاء الأشخاص بالأطراف نعم هي الحقيقة المشكلة تكون في يعني بداية كل فصل الشتاء يكون هناك انجراف الأنقاض والأتربة من المناطق المرتفعة باتجاه المناطق المنخفضة وهذا يعني بفعل مياه الأمطار يساهم بالتلف البنية التختية باستمرار ويعني البلدية تقوم بدراسة كل المناطق الساخنة التي تقوم بفصل الشتاء السابق ونقوم بدراستها بفصل الصيف ونقوم بإعداد هذه القنوات لكي لا تتكرر هذا الموضوع نحن يعني أولوي بالنسبة لبلدية عجل الكبرى وموضوع تصريف قنوات المياه ومجار السيول ولكن زي ما حكيت لكية التكلفة العالية نتيجة عورة المنطقة لإنشاء هذه العبارات يوجد نقص في المخصصات نعم نعم أكيد يعني البلدية عجلون من البلديات التي تعاني من ضائقة مالية ومديونية تصل إلى 7 مليون وهذا كله يؤثر على تقديم الخدم الأفضل لمواطنين في محافظة عجلون طب المطالبات من المركز التواصل مع المركز لحل هذه المشكلة لما نحكي عن محافظة عجلون نحكي لربما بديش أأكد من أكثر المناطق في الأردن التي فيها أمطار صحيح صحيح لا هي يعني كل موازنة البلدية نقوم في كل عام بتخصيص مبالغ لتصريف قنوات مياه الأمطار ولعمل عبارات صندوقية وقمنا في العام 2020 قمنا بعمل عبارات صندوقية بما يقارب الربع مليون ونحن إن شاء الله يعني في العام القادم سيكون أيضا هناك مناطق أخرى وتم تخصيص من موازنة 2021 أيضا مبلغ 350 ألف لتصريف مياه الأمطار وعمل عبارات صندوقية لتلافي حدوث المشاكل التي تحدث في البنية التحتية للشوارع وإطلافها باستمرار نعم لو افترضنا بأنه الفلوس زي الرز زي ما بيقوله مهندس ما هو الحل الجذري لهذه المشكلة؟ يعني يكون هناك دراسة شاملة لشبكة من القنوات المثالية تكون بطرق هندسية فنية ملائمة للمنطقة بالتأكيد سيحل جزء كبير من مشكلة التأثير على البنية التحتية في محافظة عجلون نعم سؤال أخير اسمح لي فيه مهندس في حال تضرر أحد المواطنين جراء مشكلة تخص البلدية كيف يجري تعويضه؟ نعم يعني هو للأمانة من ثلاث أعوام حتى الآن يعني لم يكن هناك ضرر مباشر على مواطنين في الأماكن المنخفضة أو في مداهمة مياه لبيوت أو ما إلى ذلك لم يكن هناك حتى في الأوقات التي كان هناك غزارة في سقوط الأمطار الحمد لله لم تواجه البلدية قضايا من هذا النوع خلال الفترة الماضية ولكن إذا كان هناك في ضرر نعم يكون هناك القضاء هو الفيصل بين البلدية والضرر الذي حدث على المواطنين نعم وأنا أتمنى أن تحدث أضرار أشكرك جدا المهندس حسن الزغو رئيس بلدية عجلون كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر